أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن ما غنبتم من شيء فأن لله خرسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليدامى والمساكين ومن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا يا عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعات والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة للدنيا وهم بالعدوة القصوى وركوا أسفن منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في البيعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعونا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منابك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولم ناسات في الأمر ولكن الله صلى الله عليه وسلم إنه عليم بذات السنون وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعين قريلا ويقدركم في أعينهم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعونا وإلى الله ليجعلهم يا أيها الذين آمنوا إذا نطيدوا في أعينهم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفنحون وأذي الله ورسوله ولا تنازروا فتفشلوا وتذهب ريحكم مصبرون إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين قردوا من ديارهم بطرا ورئا الناس ويسدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان وعبانهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإني جاءه لكم فلما ترى ذي الفيطان نقش على طبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شبيل العقام إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضا هؤلاء دينهم ومن يتمكن على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يغربون وجوههم وأدبارهم واذغطوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلاب للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفأوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قبيل شبيل العقام ذلك بأن الله لم يكن مغير النعملا عن عمالا قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون لما الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شرب ذباب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم يذقون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما نذخفنهم في الحرب فشغر بهم من خلفهم لعنهم يذكرون وإما نغاضن بذ قوم الخيار ذنفن بذ إليهم على سباب إن الله لا يحب الخائرين ولا يحسب أن الذين كفروا سبقون إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم استقاد من قوة ومن رباد الخير ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفق إليكم وأنتم لا تنمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو النبي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفق ما في الأرض جمع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حفظ المؤمنين على القطان إن يقوم منكم عشقون صابرون يغربوا ميدين وإن يقوم منكم ميدين يغربوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقرون الآن الآن قفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يقوم منكم مئة صابرة يغربوا مئتين وإن يقوم منكم ألف يغربوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أصلاح حتى يثقن في الأرض تريدون أرى الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا إذاكم من الله سبق لمسهم فيما أخذهم عذاب عظيم فقلوا بهم ما ولدهم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم في قلوبكم خيرا يؤذكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله ما فضل رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمكن منهم الله والله عليم حليم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سبيل الله والذين آروا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعضهم والذين آمنوا ولم يهادروا ما لكم منهم ولا يدهم من شيء حتى يهادرون وإن استأنصروا كم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم من بينهم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فترة في الأرض وفساد كبير كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين في سبيل الله والذين آموا ونصروا أولئك المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا بهم بعد وهجروا وجاهدوا بعض فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله إن الله بكل شيء عليم برات من الله ورسلني إلى الذين عاهدوا من المشركين فسيحوا في الأرض أربع أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وعلموا أنهم غير معجز لا إبان الله مخص الكافرين وأذانوا من الله ورسل ه إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبدوا فهو خير لكم وإن تغليتم فعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدوا من المشركين هم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليهم أحدا فأرموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرب فاقدروا المشركين فاقدروا المشركين حيثوا وجدهم واخذوهم واحذوهم واحذوهم وقالوا لهم كل مرصد فإن دابوا وأقاموا الصلاة وآدموا السجادة فقلوا سبيله إن الله خفور رحيم وإن أحد من المشركين استجار فأدروا حتى يسمع حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأن هم قوم لا يعلمون كيف يقول للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لهم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليهم لا يرغبوا فيهم إلا هم ولا ذمة يرغبون بأفواه وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم سوا ما كانوا يعملون لا يرغبون في بؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعددون فإن دابوا وقاموا الصلاة وقاموا الزكاة فإخبالكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثبوا أيمالهم من بعد عهدهم وقالوا في دينكم في دينكم في دينكم فقادلوا أيم مدى الكفر إنهم لا أيمان لهم لعينهم يندعون ألا تقادلون ضغم أن نكثوا أيمالهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مقام أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قادلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويحذهم وينصركم عليهم ويشف سدور قوم مؤمنين ويذهب غيث قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تدرقوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتقلوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بنيجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حفظت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعبر مساجد الله من آمن بالله فاليوم الآخر واليوم الآخر فأقام الصلاة فآت الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهددين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهدي القوم الغالبين الذين آمنوا وآجروا وجادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورغوان وجناد لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتملهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأهوال اقترفتموها ودجارة تخشون كسادها تخشون كسادها ومساد ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يهدي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مماطن كثيرة ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت بما رحبت ثم غليتم متبرين ثم أنزل الله سبينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفرون وذلك جزاء الكافرين ثم يذب الله من بعد ذلك على من يشاره الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشرقون نجس فلا يقربوا البسء إلى الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضره إن شاء إن الله عليم حكيم قادروا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اعطوا الكتاب حتى يعدوا الجزية عيدهم وأمصاغرون وقال في اليهود عزين بن الله وقال في النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفراههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاد لهم الله أنا ينفقون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقال في النصارى المسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها ما حدام لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يدفئوا نور الله بأفراههم ويحبى الله إلا أن يدم نورهم ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدام دين الحق ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان والرهبان ليحملون أموال الناس بالباغل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الزاب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب هديم يوم يحقى عليها في نار جهنم فضقوا بها جباؤهم وجنوبهم وذهورهم هذا ما كنفتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتلزون إن عدد الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم غلق السمابات والأرض منها أربعة حلم ذلك هدين القيم فلا تغلموا فيه إن أنفسكم وقادل المشركين وقادل المشركين كافة كما يقادلون كافة وعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوادئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَهُمْ إِذَا قِيلَ لَكُنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قَلْدُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ آخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلَ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَنِيمًا وَيَسْتَبُذِي الْقَوْمَا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شِيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْسُرُوا فَقَدُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَفْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَرُوا فَعْلِ يَثْعِينِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمَ أَيَّدَهُ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْنَام وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ انفروا خفافاً وثقالاً وجاعدوا بأمبالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرباً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوكم ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحرقون بالله لم استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أفالله عنك لما لنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله من يوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم من المتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله من يوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخرود لأعدوا له عدداً ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فذبداً وقيل قعدوا مع القاعدين لو قردوا فيكم ما زالوكم إلا قبالاً ولأوضعوا خلالهم يبرونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم من القاربين لقد اضغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الكرور حتى جاء الحق وظهر أمر الله أغفق ومنهم من يقول أذنني فلا تفتني ألا في الفتنة سفدهم وإن جهنم لمحيطهم بالكافرين إن نصبك حسنة تسكم وإن نصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا قد أخذنا أمرنا من قبل ويدوا اللووهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله يتوكل المؤمنون قل هل نربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نربص بكم أن يصيبكم الله أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فنربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا دوعا أو درها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفهوا بالنعب برسوله وبرسوله ولا ينبون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كاربون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وتزعق أنفسهم وهم كافرون ويحبقون بالله إنهم لمنكم وما منهم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجان أو مغارات أو مدخلاً لمنوا إليهم هم يجمحون ومنهم من ينمزك في الصنطات فإن يعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنه رب ما دام الله ورسوله ورسوله وقالوا حسن الله سيعين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله رابعون إنما الصدمات للفقراء والمساقين والعاملين عليها والقلف بقلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله أبن السبيل فريغة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤمنون رسول الله لكم أعذاب تنير يحرفون من الله لكم ليرذوقهم والله ورسوله أحر أن يرذوق إن كانوا المؤمنين ألم يعلموا أنه من يحارث الله ورسوله فأن له نار جهنم فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن دون السلالين سورة دونبئهم بما في قلوبهم قل استهدئوهم إن الله مخرج ما تحمرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نقوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون لا تعد ذروا قد كفرهم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يحمرون بالمنقر وينهون عن المعروف ويقبذون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعلى الله المنافقين والمنافقان والكفار نار جهنم قالدين فيها هي حسنهم ولا لهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم كانوا أشجر من قمط ودوا أكثر أموالا وأولادا فاستمدعوا بخلاقهم فاستمدعهم بخلاقهم كما استمدع الذين من قبلهم بخلاقهم وخزن كالذي خاضوه أولئك حمق الأعمال في الدنيا والآخرى وأولئك هم الخاسرون ألم يأتيه النبو الذين من قبلهم قوم نوحي وعالم وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمدفقان أددهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون علي المنقر ويقيمون الصلاة ويدون السكاة ويدعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعلى الله المؤمنين من مؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار تجري من تحت الأنهار واردين فيها ومساقن قيمة في جنات عدد ورضوانا من الله أكبر ذارقا والفوظ العظيم يا أيها الذب يجعي الكفار والمنافقين مغلظ عليهم ومغار الجهنم وبئس المصير يحرقون من الله ما معلوه ولقد قالوا كلمة المفر وكفروا بعد إسنابهم وأموا بما لن ينالوه وما لقبوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يدوا يد خيرا لهم وإن يدوا لو يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخر وما لهم في الأرض من ولي ولا نسير ومنهم من عاهم الله لين آتانا من فضله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آباهم من فضله بغلوا به وتولوا وهم معرمون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بما أخلفوا الله ما بعده وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سفرهم ونجواهم ونجواهم أن الله علام الغيوم الذين يلمذون المطمعين من المؤمنين في الصلقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخنون منهم سخن الله منهم ولهم عذاب أليم إستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فلحن يخذ لهم مقعدهم خلاف رسول الله وكرموا أن يجاهدوا بأبوالهم وأنفسهم بأبوالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرام لو كانوا يفقهون فإن يضحبوا قليلا وليبوا كثيرا جساء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى مارفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقادلوا ولن تقادلوا معي أدوان إنك ترضيتهم بالقعود أول مرة فاقعوا مع الخالفين ولا دسل على أحد منهم ماذا أبدا ولا دهنوا على قبرك إنهم كبروا بالله ورسوله وهم فاسسون ولا تعجبك أموال وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا في الدنيا وتزهغ أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله أن آمنوا بالله أجاهلوا مع رسوله استأذنك أولو الطور منهم أولو الطور منهم وقالوا ذبنا لكم مع القاعدين رغوا بأن يكونوا مع الخضالف وتبع على قلوبهم وتبع على قلوبهم فهن لا يفقرون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيران وأولئك هم المفلحون أعبد الله لهم جناد تجري من تحني لأنهى مخالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذى لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيشيق الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على المعفاء ولا على المرغى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حردوا إذا نشحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ماتوا لتحني لهم لتحني لهم قلت لا أجد ما أحملهم عليهم تبلوا أيهم تفيذ من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنون جمعهم أغنيان رضوا بأن يكونوا مع الخضالس فَطَبْعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ترجمة نانسي قنقر